بصوا يا جميع احنا انا بنتكلم على حزمة الاجراءات بتاعة النهاردة دي ما بين رفع المرتبات بتاعة السادسة والتالتة والماجستير والدكتوراه والمعاشات احنا بنتكلم على عشرات المليارات انه ليس مليارا ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة عشان بس تبقى فاك ده كده واحد روح لي بقى على تكافل وكرامة تكافل وكرامة في حجمه قبل زيادة الخمسة وعشرين في المية لما السنة اللي فاتت الريس وجه بزيادة اعداد الاسر المستفيدة من تكافل وكرامة التكلفة كانت تفوق اتنين وعشرين مليار طيب حط على هذه التكلفة تكلفة زيادة بقى ليا ايه خمسة وعشرين في المية ايه انت بتقارب من حياة تلاتين مليار زيادة رايحة لأهلين مستحقين تكافل وكرامة ده كل ده غير المرتبات والمعاشات وقلتلك حاجة مهمة جدا المسألة مش بس في المرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة لا في حاجة تانية يعني ايه انا في الاول قلتلك طيب هو الرئيس بالتأكيد بيتكلم على عموم المصريين ما هو الرئيس عبدالفتاح السيسي هو رئيس كل مصر مش الجماعة ده واحد اتنين مش الموظفين الموظفين ومزرعين والعمال وعملة يومية الاخ الاخ طيب على سبيل المثال مثلا في موضوع الزراعة مش احنا تكلمنا على حاجة اسمها الزراعات التعاقدية طيب انا النهاردة بقول مصر بتوسع من الرقعة الزراعية بتاعتها كام بحسبة كده اظننا نتخطى الثلاثة ونص مليون فدان يعني ما بين تشك والريف المصري والدلتة الجديدة وسينة خد بالك تاني تشك والريف المصري والدلتة الجديدة وسينة وشوية حاجات كده لأ هو انت توصل لاربع مليون فدان اضيفوا للرقعة الزراعية المصرية بميتهم بأسمدتهم المدعمة بتقويهم المعتمدة علشان اوصل لنقطة تانية مش بس اللي بتسع كده لأ ورأسي عشان ارفع الانتاجية طيب وانا بشتغل على ده انا شايف ايه هنا بقى انا مش يوسف يعني الرئيس بقى ساعته يبقى شايف ايه طب انا كمان عاوز اساعد الفلاح اكتر فاعمل ايه زبطوا الاسعار بتاعت الزراعات التعاقدية شوف لي بقى السعر بتاع الدرة وسعر فولسوية وسعر رز سعر امح الاخ الاخ بس كده لا لو افترضنا مثلا ما هو اخلي بالك الوزارة حطت اسعار مقترحة اسمها السعر الضامن عندنا في الشغلانة كده يسموها مينموم جرانتي يعني السعر الضامن في حده الادنى يعني ايه يعني افترضنا السعر زاد سعر السوق زاد طلع مثلا مثلا انه والله الطن ده هناخده بخمستاشر الف جنيه للطن مثلا رقم طب طلع انه السعر دلوقتي العادل في السوق بقى 18 الف هتاخد السعر العادل افن طيب ولو السعر قال عن 15 الف وبقى 13 لا مش هتاخد 13 هتاخد سعر الضامن الحد الادنى الضامن او الحد الادنى المضمون اللي هو الخمستاشر يعني لو سعر السوق قال عن الخمستاشر سيادتك هتاخد الخمستاشر الف طب ولو السعر زاد عن الخمستاشر الف وبقى 18 بقى 20 سيادتك هتاخد سعر السوق تعالى اقولك بالمناسبة الاسعار المقترحة وتاني دي اسعار الحد الادنى المضمون اللي هتشتري به الدولة من المزارع انا عاد تصلي عملت سيرج كده بص يا عم يعني مثلا الدورة وفول السوية وعباد الشمس وغيره من الحصيل المهمة جدا عندنا سعر مضمون 18 الف جنيه فول السوية عباد الشمس ده الطن 15 الف جنيه الدورة الصفرة مقترح 9000 السمسم 28 الف كلها اسعار ايه اسعار مقترحة طيب وزي ما قلتلك افترضنا افترضنا انه السعر المضمون ده اصبح اقل في السوق يعني لو زي مثلا كنت بقولك ايه اهوة فول السوية 18 الف مثلا طب افترضنا انه فول السوية سعره بقى نزل بقى سعره 16 بقى سعره 15 لا الدولة مش هتورد لك الـ 15 الدول هتدي لك الـ 18 هتقول لي الله يا ده هتدي لك اعلى من سعر السوق اه الدولة تعاقدت لهذا اسمها ايه زراعة تعقدي انا تعاقدت معاك على حد ادنى مضمون طب ولو سعر زاد يا يوسف بدل الـ 18 طن 18 الف في الطن ده وبقى 20 ولا 22 حضرتك هتاخد الـ 20 أو الـ 22 هيتم توريد الفرق فورا السؤال بقى اليس ذلك في حد ذاته دعنا للمزارع عشان يشتغل هو مش بس كده ده غير المبادرات اللي اتعاملت في البنك عن طريق البنك الزراعي عشان اقدر اساعدك انك انت تكمل تكمل بقى في الزراعة تكمل بقى في الاستثمار الداجيني تكمل في الاستثمار في اللحوم الى اخره انا عايزك تكمل مش بس كده مش بس كده طب وهو انا جيت عند الدواج انا عملت ايه من انا جيت عند الدواج ونقلت له يا جماعة انا هتحمل الدولة زي ما قلت لك ما هيش رايت اوف مش خصمت وقلت خلاص كده ما تدفعوش دريبة عقرية عن مزارع الدواج لا 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 الموازنة برضو اللي هتشالها نفس القصة في القطاع الصناعي عملنا ايه الدولة برضو اللي هتشالها ليه عشان انا عايز المستثمر ده يحافظ على الموظفين والعمالة بتاعته انا عايزه ما يتحجكش يقولك والله جماعة الدنيا صعبة جدا فانا مضطر مثلا امشي لا مش هتمشي حد انا معاك انا في ظهرك مش بس كده ما حاوز نأكل الناس ونوصلوهم المنتج بقى اقل سعر يعني انا زي ما عملت الاسبوع اللي فات قللت سعر الدواجن في السوق من 12 ل 14 جنيه فرق في السعر كذا الحال فيه سعر بيض المائدة وفي نفس الوقت زودت المرتبات والمعاشات وتكافل وكرم